موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار والبداية بالعنوان قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة ميدي والبزارع المحيطة بها في محافظة حجة المقاومة والجيش الوطني يستعيدان موقع ضابي في العبوس ويصدن هجوما في القروض بتعز قتلى وجرح من الميليشيا في مواجهة مع المقاومة بين محافظتي مأرب والبيضاء موسيقى اهلا بكم سيطرت قوات الجيش الوطني على مدينة ميدي والمزارع المحيطة بها عقب هجوم عسكري صباح اليوم وقال اركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد عمر سقافة ان قوات الجيش الوطني سيطرت كليا على مدينة ميدي والمزارع المحيطة بها وقالت مصادر مطلعة ان الجيش سيطر على مواقع ميليشيا الحثي وقوات صالح في المخازن والمداحشة ومزارع نسيم غرب مدينة حرب ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا الآن عبر الهاتف نائب الدائرة الاعلامية للمنطقة العسكرية الخامسة الرائد بندر المهدي مرحبا بك سيد بندر وتتحدث الانباع عن تجدد الموجهات في محيط مدينة ميدي في هذا الوقت ما هي دلالته خصوصا وانه يأتي بعد توقف لأسابيع طويلة اهلا وسهلا بكم ومساء الخير عليكم وعلى سيد المشاهدين ما حدث اليوم هو انجامة الالوية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بعملية عسكرية شاملة تمكنت خلالها مدعومة طمعا مدعومة بطيران التهالف العربي وتمكنت خلالها بعد ساعات من انطلاقها من السيطرة الكاملة على مدينة ميدي والمزارع الكبيرة والواسعة المهيطة بها من جميع الاتجاهات نعم والجيش الوطني لديها الان احدثكم الان والعملية القائمة الخط الساحلي يمشي فيه وايضا باتجاه مدينة حرض نعم سيد مندر الى اي مدى تمثل الالغام التي زرعتها الميليشيا في حرض وميدي عائقا امام تقدم قوات الجيش الوطني حقيقة كما ذكرت لكم في استضافة سابقة نعم ان هناك اعرف الالغام التي يتحصن بها الانقلابيون ولكن كانت العملية مخططة ومدروسة وتم اختيار المناطق الاقل تلغيما انصح التعبير وهناك ايضا فرق هندسية كانت مرافق اهل العملية نعم وبحمد الله تعالى كانت ضحايا قليل مقرنة بالعملية السابقة من حيث الالغام نعم سيد مندر ماذا عن المناطق التي تم استعادتها او سيطرة عليها من قبلكم هل تم تأمين هذه المناطق بالكامل من حيث تأمينها يعني تأمينها من الميليشيا من هجوم الميليشيا مرة اخرى من استعادتها من الالغام ايضا نعم نعم بالنسبة لتأمينها هناك يعني داخل المدينة يوجد بعض الديوب التي خلال الساعة القادمة سيتم تطهيرها وهي يعني قليلة جدا وما من حيث الالغام الفرقة الهندسية ستعمل بشكل دائم ليلة نهار سواء قبل هذه العملية او بعدها بكثرة الالغام التي زرعها الانقلابيون اذا ما هي محطة الجيش القادمة؟ محطة المحطة القادمة هي ان يتجه الجيش الوطني بوحداته الى الخطة الساحلي الغربي وايضا خلال الساعة القادمة السيطرة الكاملة على مدينة حرب افضل وما جاورها نعم اذا الرئيس بندر المهدي نائب الدائرة الاعلامية للمنطقة العسكرية الخامسة شكرا جزيلا لك وفي السياق ذاته نزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني حوالي ثلاثة الاف لغم في جبهتي حرض وميد بمحافظة حجة وقامت قوات الجيش والمقاومة بزرع ورود بدلا عن الالغام المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي على هذه الارض ما يستحق الحياة للموت هكذا يستبدل هؤلاء الجنود حفر الالغام في زراعة الورد بعد ان انتزعوها من هنا مرت مصيرة الميليشيا وقلفت وراءها تركة ثقيلة من الالغام احد اهم الوسائل التي تنتهجها في الحرب فقاعدة الجماعة الانقلابية ان لم تحرز تقدما فاحرق الارض التي تخصرها لقد وفقنا الله تعالى بانتزاع اكثر من 3000 لغم بين الالغام للسيارات والغام للأفراد على مستوى القبهتين معالم واضحة انخلفتها الميليشيا هنا في جبهة ميلي في السحر الغربي من محافظة حجة على طريقتهم ربما اراد افراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ان يوجه رسالة حب وسلام ان زراعة الحياة اقوى واسرع وانفذ من تسميم الارض وجلب الموت لتكون المحصلة النهائية بان هذا اللغم الذي وضع ليقتل من يمر هنا استبدل بوردة مما لا شك فيه انها ستمنع يوما البهجة لمن سيسير هنا ما يربع على 3000 لغم تم نزعها حتى الان من صحراء حرب وشواطئ اميدي ولا زالت الفرق الهندسية تواصل مهمة لتكتشف كل يوم حقولا جديدة لم نأتي الى هنا رغبة في الحرب بل لننفر الحياة في ربوع هذه الارض بعد ان ملأتها الميليشيا بادوات الموت والخراب بين الوردة واللغم بين انسان يحلم بوطن يملأه الحب والسلام واخر يريده حكرا لمشروعه الدموي ثم تفرق وفرق شاسع جدا علي جعبور قناة بلقيس ميدي والى تعز حيث استعادت قوات الجيش الوطن والمقاومة موقع ضابي في لعبوس بمدرية حفاد بعد ان سيطرت عليه الميليشيا خلال هجوم نفذته اليوم في سياق متصل صد الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة هجوما للميليشيا على منطقة الخليل الواقعة بين القروض ودمنت خديرة بعد ان وصلت تعزيزات للميليشيا حاولت التسلل الى المنطقة واجبرتها على التراجع تختلط الاسوات هنا وان كانت جميعها توحي بشراسة تلك المعارك التي لا تهدأ في ارض تعز فما تزال في هذه المحافظة الصامدة انفس تكفي ابناؤها لمواصلة طريق المقاومة واستعادة الدولة اليمنية حيث اندلعت مواجهات في احياء الدعوة والزهراء والصفى وكلابة اما في جبهة الاقروض فقد دفعت ميليشيا الحوثي والمخلوع بتعزيزات من دمنة خدير للتسلل منها نحو مواقع الجيش والمقاومة هناك ما ادى لمواجهات عنفة فيما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا في حيفان بعد مواجهات قتل فيها ثلاثة من افراد الجيش والمقاومة واصبا اخرون قيادة التحالف كانت قد قامت بتسليم جبهة حيفان لقوات اللواء 35 بعد استكمال تطهير مناطق المسراخ لترسل قيادة اللواء كتيبة من قواته العسكرية نحو الجبهة وكما هي العادة ردت الميليشيا على هزيمتها في الأرض بقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة على حي الكمب من مواقع تمركزها في القصر الجمهوري طائرة التحالف قصفت مواقع للحوثيين في مناطق تلاتي الخزان وحدائق الضباب وجبل هان كما استهدفت مواقع تابعة لمنطقتين الأصفر والشعير في مديرية الوازعية غربي المدينة أسفرت عن سقوط قتلى وجرح من الميليشيا هكذا إذن تتكرر المواجهة في تعز بشكل شبه يومي وبين كر وفر تتنوع الاشتباكات في انتظار الحسم الكامل بالمعركة الكبرى التي ما تزال على ما يبدو بعيدة حتى الآن وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز مراسلنا فواز الحمادي مرحبا بك فواز تتحدث الأنباء عن هجوم للميليشيا على قروض ومن جهة أخرى تقدم للمقاومة في العبوس ماذا لديك من تفاصيل حاولت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوق الصالح التفلل حوال مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الخنل الفاصح بين عزلة الأقروض ومديرية ضمنة خدير لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت هذه المحاولة وأشلتها وأكبرت عناصر الانخلاب على الفرار والتراجع بعد ثقوط عدد من القتلى والجرحة في صفوف هذه الميليشيات التي تحاول للنفع الثانية خلال يومين التقدم نحو مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأقروض خصوصا بعد الهزيمة الساحقة التي منيت بها في الأقروض قبل أكثر من أسبوعين أما بالنسبة لقضة حيفان فقد دارت الشباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني خصوصا بعد إرسال بعد تسليم أجبهة حيفان للواء 35 مدرع ونشر عدد من أفراده في الجرحة عشاء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوما على مواقع الميليشيات الانقلابية وأستطاع الجيش الوطني استعادة موقع الضبي الذي كان الميليشيات الميليشيات قطرت عليه في وقتها سابق تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة هذا الموقع وقد سقط في هذه الاشتباكات ثمانية من الميليشيات الانقلابية قفلة وعدد من الجرحة فيما خسر الجيش الوطني ثلاثة أربعة من أفراده شهداء وعدد من الجرحة نعم إذن مرسلنا فواز الحمادي شكرا جزيلا لك وفي السياق ذاته أكد رئيس عبد ربا منصر هادي مواصلة دعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز وطلع الرئيس هادي خلال اتصال هاتفيا مع قائد محور التاعز العميد الركن يوسف الشراجي على سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات المحافظة وشدد هادي على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة ميليشيا الحوث والمخلوعة مشيدا بالدور البطولي لقوات الجيش والمقاومة على مدى عام كامل ظل اللواء 35 مدرع متصدرا للاحداث في تعز وكان لرفض بعض من كتائبه اوامر الميليشيا باستهداف المدنيين واعلان حيازها للشرعية الاثر الكبير في تغيير مسار المعركة حيث كان للواء دور بارز في تحرير العديد من مناطق المحافظة نتابع هذا التقرير السادس والعشرين من مارس 2015 كانت اليمن عموما وتعز على وقل خصوص مع ميلاد تاريخ جديد يكتبه منتسبو اللواء 35 مدرع بإعلانهم المدوي رفضهم للميليشيات الانقلابية ودعمهم الكامل للشرعية والشعب في الوقت الذي كانت الألوية والمناطق العسكرية تخلع بزتها وشرفها العسكري وترفع شعار الانقلاب في سابقة لمشهد لها التاريخ العسكري مثيل اللواء 35 مدرع في خلال الفترة من بداية إعلانه ولاءه للشرعية بدأ المعركة في شهر أربعة واستطاع الصمود أمام الميليشيات الانقلابية وأمام قوة كبيرة جمعوها ضد اللواء 35 وصمت الصمود أسطوري وانتشر في مدينة تعز وأسس المقاومة لمدينة تعز حتى سقوط اللواء في واحد وعشرين أربعة الفين وخمسة عشر خرج شباب فبراير في مسيرة سلمية إلى مقر اللواء دعما لأفراده الذين طردوا قاعد اللواء الموالي للميليشيات الانقلابية بدأ أفراد اللواء 35 مدرع الانتشار في شوارع تعز وتأمين المواقع الاستراتيجية التي حاولت الميليشيات الانقلابية السيطرة عليها وكان أبرزها قبل قرة وبحسب المراقبون فقد كان هذا الموقف الوطني الانطلاقة الحقيقية لمقاومة شعبية قوية في تعز رفضا للميليشيات الانقلابية أقم شباب قافلة تحدي وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الاعلاميون في محافظة تعز وطلب المحتجون بوقف الاعتداءات ضد الصحفيين مرسلنا حمزة أمين والتفاصيل ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز من قبل ميليشيات الهوثي وصالح الانقلابية التي تقوم باستهداف الاعلاميين بالقنص المباشر لأنهم يعملون على إيصال الحقيقة واضحة كما تبدو وما جعل شباب قافلة التحدي يقومون بوقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم لما يتعرض له حاملية العدسات وأرباب الكلمة من جرائم حرب ترتكبها الميليشيات بحقهم الاعلام رسالة تتحدى القتل هو عنوان ما قامته قافلة تحدي لكسر حصار عن تعز رسالة ترسلها إلى الجميع بأن الصحفيين معرضين للخطر برغم القيود والاشتباكات والمشاكل التي تحدث في تعز إلا أنهم مقازفين فقط يريدون توصيل الحقيقة هذه المشاهد ليست إلا تقسيدا وجزءا مختصر عن ما يقوم به الاعلاميين من المخاطرة والتضحية في سبيل نقل الحقيقة وهو الأمر الذي أزعج الميليشيات لتجعل أولى مهامها استهدافهم فالشهيدين أحمد الشيباني ومحمد اليمني لم يحملوا البنادق وإنما كيمرات أرادوا من خلالها تقريب العالم مما يحدث في تعز ودفعوا ثمنا لذلك حياتهم أصيب مجموعة من الصحفيين هذه الميليشيات أرادت من خلال استهدافنا وليس استهداف المقاتلين إيصار رسالة بأننا لا نريدكم في أرض المعركة لا نريدكم أن توثقوا انتصارات المقاومة لا نريدكم أن توثقوا هزائمنا تعد جرائم الميليشيات الإنقلابية بحق الإعلاميين واستهدافهم محاولات لطمس الحقيقة وتغييب الإعلام عن ما تتعرض له تعز من جرائم وحشية ترتكبها الميليشيات الإنقلابية بحق أبنائها هكذا تريد الميليشيات منا أن نغض أبصارنا عن نقل الحقيقة ولكننا لن نتوانى أو نكل أو نمل في نقل الحقيقة واضحة كما تبدو حمزي أمين قناة بالقيس تعز في أبيان قتل عشرة من عناصر تنظيم القاعدة وأصيب أخرون في غارات جوية استهدفت موقع للتنظيم في المحافظة ونقلت وكالة الأنظول عن مصادر محلية وشهود عيان أن طائرة أمريكية بدون طيار شنت غارات جوية على موقع لعداصر تنظيم القاعدة في مديرية المحفظ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة وأضفت المصادر أن الموقع الذي تعرض للقصف كانت عناصر القاعدة تستخدمه كمعسكر للتدريب اتهم محافظ عدن اللواع دروس زبيدي الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالوقوف خلف الاغتيالات والهجمات الانتحارية بالسيارات المفخخة التي شهدتها عدن اليومين الماضيين وقال زبيدي تلك الهجمات هدفها تقويض النجاحات التي تحققت في العاصمة المؤقتة عدن وجهود تطبيع الحياة وعودة الأمن والاستقرار وتواعد زبيدي منفذي الهجمات والداعمين لها بالعقاب الرادع وشهدت عدن خلال اليومين الماضيين سلسلة هجمات إرهابية طالت نقاط تفتيش ومراكز تابعة لشرطة مدينة عدن سقط خلالها عشرات القتلى والجرح إلى ذلك قتل أربعة عشر مسلحا من ميليشيا الحوثي والمخلوع في هجوم للمقاومة الشعبية على دورية لهم في محافظة إب وقال المركز الإعلامي للمقاومة أنهم استهدفوا تعززات للميليشيا بمنطقة بيت هيدان في مدرية يريم كانت في طريقها إلى تعز ما أسفر عن تدمير الدورية وسقوط من كانوا على متنها قتل عشرة من الميليشيا وثلاثة من أفراد المقاومة في مواجهة بين الجانبين في محافظة البيضاء وقالت مصادر محلية إذا مواجهة عنيفة اندلعت بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع بين محافظتي البيضاء ومأرب وأضافت المصادر أن المقاومة سيطرت على ثلاثة مواقع في منطقة سيلة عبل بمنطقة الوهبية قال العميد الركن جحد الحنش قائد اللواء 21 ميكا بشبوة إن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية أحرزا تقدما كبيرا في المناطق التي كانت في قبضة الميليشيا شرق مدينة عسيلانا وأضاف حنش في تصريحة لقناة بلقيصة أن الجبهة الشرقية الصامدة وتواصل معاركها مع الميليشيا رغم الألغام التي زرعها الحسيون نحن في ميادين الشرف والبطولة مع أبطالنا من الغوات المسلحة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجهة الشرقية المديرية عسيلان والحمد لله رب العالمين المعارك هناك كر وفر وتمت السيطرة على بعض المرتفعات والتباب المطلة على العدو والآن الحمد لله قادمين على خطة جديدة وإن شاء الله سوف تسمعون في الساعات المقبلة يعني انتصارات عظيمة فضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود أبطالنا في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في الاتجاه أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار استهدف قاعة دراسية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء وقالت الجامعة في بيان إن قنبلة يدوية انفجرت بأحد ممرات كلية الهندسة أسفرت عن إصابة طالبين وموظفة ثم تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج وفي سياق آخر أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم ونقابة الموظفين بجامعة صنعاء تعليق العملية التعليمية والإدارية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل وقالت نقابة التدريس والموظفين بالجامعة في بيان لهما إن تعليق الدراسة جاء بعد مهلة منحت لرئاسة الجامعة عقب القرارات الجديدة التي صدرت مؤخرا من قبل نائب وزير التعليم العالي المكلف والتي اعتبرتها انتهاكا واستفزازا لمنتسبي الجامعة وأكد البيان أنه في حالة عدم إلغاء التكليفات الأخيرة سيتم تعليق الدراسة بشكل مفتوح وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب وإيقاف آلة الدمار والحرب وذلك باستيناف العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الفين ومائتين وستة عشر وقال المخلافي خلال لقائه بالسفير الصيني لدى اليمن والمبعوث الصيني للشرق الأوسط لدينا الرغبة الفعلية في الذهاب لمشاورات تفضي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن وتؤدي إلى عودة الأمن والاستقرار والشرعية الدستورية إلى جميع المدن من جانبه أكد المبعوث الصيني دعم بلاده للحكومة اليمنية والقيام بدور إيجابي يسهم في إيجاد حلول لأزمات المنطقة النشر مستمرة وفيها بعض الفاصل الأمم المتحدة تقول إن نحو مائة وثلاثة عشر يمنيا يموتون يوميا جراء نقص المواد الطبية والمساعدات الإنسانية قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة ميدي والمزارع المحيطة بها في محافظة حجة المقاومة والجيش الوطني يستعدان موقع الضبيق في العبوس ويصدان هجوما في لقروض بتاعزم قتلى وجرحى من الميليشيا في مواجهة مع المقاومة بين محافظتي مأرب والبيضاء أهلا بكم من جديد مر عام على عمليات التحالف في اليمن بطلب من الرئيس عبدرب منصور هادي لإعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح عام مثقل بالحرب والحصار والقصف الميليشاوي على المدن وفشل كافة مساعي فرض السلام في اليمن افتقد الناس السلام والدولة وفرص الحياة وتضاءلت أحلام اليمنيين خلال هذا العام بحق البقاء على قيد الحياة عام مر كمئة عام غابت فيه الدولة وحضرت الفوضى والميليشيا وتحول الناس لمجرد أرقام في الإحصائيات الدولية وقوائم المنظمات الإنسانية نواصل معكم مشاهدنا الكرام فتح ملف مرور عام على عمليات التحالف أين كانت اليمن وأين أصبحت في السادس والعشرين من مارس عام 2015 بدأت عمليات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في اليمن ومنذ الساعات الأولى للعمليات كانت المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتدمير الدفاعات الجوية أهم أهداف عمليات التحالف عام منذ فرض التحالف حظرا جويا وبحريا على المنافذ اليمنية في إطار عملية عاصفة الحزم التي تم فيها السيطرة على أجواء اليمن وتدمير الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية خلال الساعات الأولى من العملية الأجواء اليمنية بالكامل أعلنت منطقة محظورة فيما استمرت الرحالات المدنية وحذرت التحالف من الاقتراب من المواني اليمنية إلا عن طريق ترتيبات خاصة حددها التحالف المساعدات الإنسانية والأغذية والمشتقات النفطية وجدت طريقها عبر ميناء الحديدة الذي حدده التحالف منفذا لعبورها للداخل بعد دفتيشها في جيبوتي إجراءات الحظر والحرب لم تقف عائقا أمام عمليات تهريب السلاح التي تديرها الميليشيا عبر الموانئ البحرية بل على العكس شهدت ازدهارا حسب مراقبين فخلال العام ألقي القبض على شحنات أسلحة عدة بينما استطاع غيرها العبور المنافذ الجوية أيضا كان لها نصيبها من محاولات الخرق حيث اضطرت طائرات التحالف لقصف مدرج مطار صنع لمنع طائرة إيرانية من الهبوط وفي البر لم يبقى سوى منفذ الوديع الحدودي مع المملكة السعودية الطريق الوحيد لعبور المسافرين والبضائع بر لصراع المنافذ في اليمن دور كبير إن لم يكن أساسيا في تقرير سير المعارك على الأرض واتضح ذلك جليا على قرارات اتخذتها الميليشيا مؤخرا بعد أن استنزفت أسلحتها وجففت منابع إمدادها وفي السياق ذاته بدأ تحالف عمليات عسكرية واسعة على الأرض لإسناد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بهدف تحرير عدة من المحافظات وتمكنت قوات الجيش والمقاومة المسنودة بطيران التحالف من تحرير غالبية المحافظات الجنوبية وأجزاء واسعة من محافظة تعز ومأرب وجوفة مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل عدنان الراجحي السادس والعشرون من مارس 2015 يوم انطلاق عاصفة الحزم في مهمة استعادة البلاد من قبضة الميليشيا والمخلوع صالح الذين اجتحى البلاد وسيطر على مؤسسات الدولة خاضت الشرية بدعم التحالف تحديا كبيرا رغم تبعته الكارثية على البلاد لتحرير المحافظات من سطوة الميليشيا والمخلوع بعد أن عزز كل القدرات العسكرية لفرض واقع جديدا على اليمنيين بقوة السلاح رغم غضب الشارع ورفضه لحكم البلاد من خلال الميليشيا رمى التحالف العربي بثقله العسكري في اليمن وأستطاع أن يزيح قوات صالح والميليشيا في محافظة عدة وكان لعدن البداية في التحرير من خلال عملية السهم الذهبي كخطوة أولى في استعادة البلاد سعت عاصفة الحزم إلى إيجاد أرضية آمنة للقيادة الشرعية لبدء مهامها في عملية استكمال تحرير المحافظات التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيا وقوات المخلوع وكانت لحج وأبيان ومأرب والجوف وشبوة وتعز من المحافظات التي دخلت فيها العمليات العسكرية للتحالف لتطهيرها من الميليشيا في الوقت الذي خففت العمليات العسكرية للتحالف العربي من تواجد قوات المخلوع صالح والميليشيا على الأرض وواصلت استكمال عملياتها وفقا لما حدد مسبقا وهو الهدف الذي سعت إليه منذ أن أعلن التحالف عملياته في مارس من العام الماضي حيث كان للجيش الوطني والمقاومة الشعبية دور كبير في العمليات التي ما تزال مستمرة المناطق المحررة من الميليشيا والمخلوع غيرت من سير المعارك وتحولت إلى نقطة انطلاق صوب المحافظات التي ما تزال تحكمها الميليشيا وأدى الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وبدعم من التحالف العربية المهمة وأستطاع أن يحقق تقدما في معظم الجبهات لم تنتهي عملية التحرير بعد بل لا تزال مستمرة رغم مرور عاما على انطلاق عاصفة الحزم التي كانت من أول مهامها بجانب الشرعية استعادة المناطق من هيمنة المخلوع والميليشيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال منسق أشرون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن جيمي جوردليك إن نحو 113 يمنيا يموتون يوميا جراء نقص المواد الطبية والمساعدات الإنسانية وأضف جولدريك إن قرابة 19 مليون يمني لا يحصلون حاليا على مياه صالحة للشرب وهو ما زاد الوضع سوءا منذ بدء النزاع في اليمن وخروج عدد كبير من الأطباء المتطوعين نتيجة ذلك قال مدير مؤسسة الكهرباء في محافظة أبيا أحمد علي دحا إن التيار الكهربائي شهدت حسنا ملحوظا في المحافظة حيث تقلصت ساعة الانطفاء بعد صيانة بعض الألات القديمة المتوقفة عن العمل وإعادة تشغيلها وطانب المواطنين بدفع التزامة الكهرباء كي تتمكن المؤسسة من مواصلة تقديم خدماتها بشكل أفضل بدأ العمل وبدأ التيار الكهربائي يعود في صورة أفضل بفضل تكاتف الجهود من قبل المواطنين الذين كانوا سندا قويا وداعما للمؤسسة العامة للكهرباء تقلصت عدد ساعات الانطفاء كانت تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميا بعد صيانة للمولدات وإعادة تشغيلها وصلت إلى أقل من 6 ساعات فقط بدأت الشركة تشغيل المولدة تقريبا بقدر 8.4 ميجا واب في تمام الساعة العاشرة مساء والآن الشركة مستمرة هذه الصيانة للمولدات الكهربائية جاءت في وقتها فالأجواء في أبيان حارة جدا خصوصا في فصل الصيف ورغم كل هذه الجهود التي تبذل يبقى المواطن في حالة تخوف مستمرة من احتمالية حدوث أي طارئ تخرج فيه الكهرباء عن الخدمة ويعود مسلسل المعاناة مع الكهرباء لطفي إبراهيم قناة بلغيس أبيان نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة ميدي والمزارع المحيطة بها في محافظة حجة المقاومة والجيش الوطني يستعيدان موقع ضابي في العبوسة وإصدان هجوما في الأقروض بتعز قتل وجرح من الميليشيا في مواجهة مع المقاومة بين محافظتي مأرب والبيضاء وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلغيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة